في كده يعني موقف كان حصل إحدى الفضليات يعني قدتني أمانة أوصلها لحد فأقولت لها طيب أنا عشان أبقى أوصل أمانة هقول إن الأمانة دي من فلانة الفلانة إيكي لا بلاش فأقولت لها أنت عايزة تعمليها صدقة سر إيكي لا أنا عايزة محسس فلانة دي بأنها يعني عندها نقصة أو حسسها بالإحراج قولت لها دي من عند ربنا فأقولت لها إيه الكلام الحلو ده فقالت لي الواحد تعمل فيه معروف كتير فما فيهاش حاجة لما يبقى من التعمل فيه يعمل للناس وبلاش نقول كلام إدعي لفلانة ورح تقول لها إيكي لا بلاش ده خليها قول معروف كده إن إيه دي من الحين دي الله الله فوقفت قدام كلمة قول معروف القول المعروف ده سوابه حيوازي سواب الصدق اللي هي طلعتها ولا ملوش سواب ولا ده بيكمل ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيجاوه صلواته الله وسلامه عليه في الحريس الصحيح فيقول والكلمة الطيبة صدقة كلمة الطيبة صدقة أيه الكلمة الطيبة دي علماء نعلمونا يقول لحضرتك الكلمة الطيبة بمعنى لا إله إلا الله طيب جبتها منين جبتها من القرآن ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة علماء قالوا كلمة طيبة اللي لا إله إلا الله إلا الله كشجرة طيبة العلماء قالوا إن هي النخلة فالكلمة الطيبة هنا صدقة اللي هو ذكر الله سبحانه وتعالى وتلاقي في ناس بقى بسم الله ما شاء الله تلاقي زي ما حضرتك بتقولي كده يقولك لسانهم بينقأت عسل وناس لسانها بينقأت شهد فتلاقي بيتكلم كلام معروف كلام جميل كلام رائع يدل غيره على عمل الخير بايه؟ بالكلام الحلو واللسان الجميل يقوله يا فلان أنا عاوزك تبقى معايا في الحتة الفلانية لأن أنا رايح عامل خير هنا ما تيجي معايا ألاقي بعض الناس برضو ألاقي بعد صلاة العيشة ولا حاجة يقولي أنا رايح هزور فلان لأنه مريض ما تيجي معايا إيه رأيك؟ أقوله ما فيش مشكلة جميل ألاقي حد من أصحاب يقول لي إحنا النهاردة لنا ورد قلت له إيه وردنا النهاردة يقول لي إحنا عاوزين نصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة ده متين مرة وإن زدت فهو خيره لك قلت له الله هو أكبر طب يلا أبوصها لقي فيه بقى في جوه من التنافس الحلو ليه؟ لأنه هو بيتكلم كلام جميل طب تلاقي مثلا حد محتاج أنا هدلل على كلام حضرتك حد محتاج جالك هو المحتاج إما بيجي ينطأ كده ويقولك إيه؟ لله مش له لله أيوة الله يعني لوجه الله سبحانه وتعالى شوف إنت هتعمل إيه لوجه الله سبحانه وتعالى لله طب أنا ما معيش هعمل إيه؟ ما نهروش الله وصدنا النبي وصالنا أن إحنا لو ما يعني ما فيش إمكانيات ما نهارش السائل والضحى وسبحان الله بنص قرآن كريم كمان والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيما فلا تقهر وأما السائلة فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث السائل اللي جالك لحد عندك وقال لك أعطيني لوجه الله أنا ما معيش لوجه الله طب أعمل إيه إذا كنت أقدر إن أنا أكلم غيري وأقول له بالله عليك لو معاك حاجة ممكن تدهله لوجه الله نجبر بخطره بفضل الله عز وجل أنا من غير قطع كلم حاجة أعيز أقول لك حاجة لما زوج بنتي تقدم لها أول ما جاء أعت فأقول لأنا عايز أتقدم لبنتكم فأقول له طب سمع لي صورة الضحة أنا يا مولانا ما عرفش ليه ما عرفش ليه اخترت الصورة دي بالذات سبحانك يا رب والله ما عرفش فسمعني صورة الضحة لا لا تلق هتيجي المرأة الجايها حافظها وقعد بقى أكملنا كلامنا وجاء المرأة الجاية قالي أنا عايز أسمع صورة الضحة اللهم يعني بالمناسبة عرف سورة الضحة دي سورة جبر الخواطر والله ربنا جبر بخاطر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال لحبيبي صلى الله عليه وعليه وصحبيه وسلم قال له اكبر بخاطر عبادي فأما اليتيمة فلا تقهر عارفة ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى غيب والده في الطراب فيقولك تما تقهراش أكتر من كده كفاية هو مأهور يعني جاهز إن غيبته أمه وغيبته أبوه فبالله عليك كفاية عليه كده يا سلام وأما السائلة فلا تنهر قوله قوله إيه؟ جميل قوله طيب أنا ما معايش قوله يعني حتى برد عنه قوله إيه؟ أبنا يرزقنا ويرزقك أيوة والله يسهل لك يا عم الحج الله إيه الجمال والعظمة دي يعني هو جاي بيطلب مني أنا بقوله الله يسهل لك وربنا يسهلها لك بفضل الله عز وجل وأما السائلة فلا تنهر قوله 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 تثب عليه وتلاقي عندنا يا أستاذة نشوة في صورة الفرقان ربنا بيقول على عباد الرحمن شوف عباد الرحمن الله على النفس إضافت كلمة عباد إلى الرحمن واللي أضفهم ربنا سبحانه وتعالى ربنا يقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونة بيمشوا في سكينة وقاروا تواضح وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة قولا معروف الله ينور على حضرتك قول جميل وإذا خاطبهم الجاهلون اللهم اتطأشون يقول لك ده بيتصدق عشان خاطر يقلع عليه جواد سيبك منه يا جدع يسكت ده بيروح يصلي ليل ونهار ورايح على الجامع عشان الناس تقول عليه ده بيصلي ده بيصلي في الصف الأولى هو يعمل ايه قالوا سلامة يعني ايه قالوا سلامة يعني رد ردا يسلم فيه من الإثم يعني ما ياخدش عليه ايه ما ياخدش عليه ايه زمد زمد ايوه يروى ان واحد اعرج وواحد ايه اعمى او اعمى اشكتر في الصف الأولى طب ممكن يسيب الرواية دي بعد ما نشوف التقريب هولا لك بسرعة طب تفضل باشي فالمهم ايه دايما نمشي على ناس فاللعرج بيصند مين الاعمى فيقول له يعني يلاقي الناس برضو بتعمل ايه بتتريع عليهم فيقول له ايه خلاص فاللعرج بيقول له اللعرج ايه بقول له خلاص مشان نمشي من ايه من الطريق ده تاني قالوا لا نمشي من قدامهم حتى ياخدوا الزمد عشان ياخدوا زنوب يسكت يعني جزاء اللي بيعملوه قالوا لا لا نتركهم يأثمون بل نسلم ويسلمون الله نمشي من طريق تاني عشان ما ياخدوش هم زمد الله شوفوا القول المعروفة الله اشتركوا في القناة